مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى عدد جديد ومتجدد من حديث الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها كالعادة بالجرائد الوطنية ومن جريدة المساء وفي صدر صفحتها عنوانات الجماعات المحلية بمهام اقتصادية واجتماعية جديدة اجتماع الحكومة يدرس مشاريع قوانين تتعلق بالبلدية والولاية وجاء في تفاصيل هذا المقال يقول الكاتب خصص اجتماع الحكومة الذي ترأسه أمس الوزير الأول نذير العرباوي لدراسة مشاريع تمهيدية لنصوص قانونية متعلقة بالبلدية والولاية والمشروع التمهيدي المعدل للقانون النقدي والمصرفي وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن المشاريع الخاصة بالجماعات المحلية تأتي تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني وكذا إصلاح النظام الضريبي والمالي لفائدة الجماعات المحلية بهدف منحها موارد تمكنها من تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي جريدة أفريكا نيوز وفي مقال آخر عنونت في هذا المقال عطاف الجزائر طلبت رسميا الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون لمنظمة أسيان تبحث تعزيز التعاون الثنائي مع نظيرته الأندونيسية حيث كشف وزير شؤون الخارجية والجارية الوطنية بالخارج أحمد عطاف خلال ندوة صحفية عقدها أمس على هامش المباحثات الثنائية التي جمعته بنظيرته الأندونيسية رينتو مارسودي بمقر الوزارة أن بلادنا قدمت طلبا رسميا للانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون لمنظمة أسيان وأكد عطاف أن رابط الدول جنوب شرق أسيا أو ما يعرف باختصارا بمنطقة أسيان هو التكتل الذي تسعى الجزائر لبناء علاقة وطيدة معه ضمن التوجه الجديد الذي وضعه الرئيس تبون في السياسة الخارجية لبلدنا الجزائر يقول هذا المقال جريدة المشوار السياسي عنونت في مقال آخر يتعلق بالرياضة بالماضي سيستنجد بصناع ملحمة 2019 القائمة الموسعة للخضر تحسب أن الكان حملت عديد المفاجآت وضع خمس أسماء من البطولة المحلية ضمن قائمة الخمسين يقول هذا المقال كشفت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف أمس الأربعاء عن القائمة الموسعة التي اختارها الناخب الوطني جمال بالماضي تحسبا لنهائية أمم إفريقيا كان 2023 وتضم خمسون لعبا تحسبا للحدث الإفريقية المقرر بكود ديفوار واتسمت هذه القائمة بعودة عدة أسماء على غرار كل من ياسين براهيمي فوزي غلام أمير سعيود بالإضافة إلى تواجد لعبين محليين على غرار ثنائم لدية الجزائر يوسف بن ليلي وجمال بن عمري ويضاف إلى لعب اتحاد العاصمة زين الدين بلعيد وحارس شباب بلوزداد رئيس وهاب أمبو الحية إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا في هذا المقال اختيار الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا لـ 2023 الرئيس تبون ضمن القائمة ككل سنة يقول المقال موقع روسيا اليوم يطلق استطلاع للرأيي من أجل اختيار الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023 وفي هذه السنة يتواجد رئيس الجمهوري عبد المجيد بون ضمن قائمة الشخصيات العربية الأكثر تأثيرا في سنة 2023 وعرفت قائمة هذه السنة تسجيل اسم كل من المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة وكذا رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار بالإضافة إلى أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله مقال آخر على موقع النهار أونلاين عنوانا سيحي يشرف على افتتاح المؤتمر الوطني السابع للفيدرالية الجزائرية للصيدلة حيث أشرف وزير الصحة عبد الحق سيحي مساء أمس على افتتاح المؤتمر السابع للفيدرالية الجزائرية للصيدلة وجاءت هذه الطبعة تحت شعار الذكاء الاصطناعي في قلب المجال الصيدلي وبالمناسبة أوضح الوزير في كلمة ألقاها أنه في الجزائر الجديدة تم فتح المجال للنقاش الفكري والدراسة في مختلف القطاعات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا المجال ودعا وزير الصحة الخبراء إلى البحث في إمكانية الاستثمار في هذا المجال كونه محور أساسي في العمل المستقبلي مع الحفاظ على خصوصية العامل البشري حسب ما جاء في هذا المقال موقع الإذاعة الجزائرية عنوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء يدعو المتخلفين عن الاشتراك إلى تسوية وضعيتهم قبل 31 من شهر ديسمبر حيث دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء المتخلفين عن الاشتراك لسنة 2023 وكذا المستفيدين من جداولي الدفع بالتقصيد إلى تسوية وضعيتهم قبل 31 من ديسمبر 2023 حسب ما أورده أمس الأربعاء بيان لذات الهيئة وذلك لضمان الاستفادة من التغطية الاجتماعية كالتأمين عن المرض بطاقة الشفاء والتقاعد بالإضافة إلى جملة من الأداءات التي يوفرها الصندوق لفائدة المؤمنين الاجتماعيين وذوي الحقوق كما ينهي الصندوق إلى علم زبائنه أن جميع وكالات الصندوق مفتوحة دون انقطاع طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة يقول هذا المقال موقع الخبر تطرق إلى مقال آخر رئيس الجمهورية ينهي مهام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقول المقال أنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس مهام رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيدي محمد بوشناق خلادي وعين السيدة ربيعة خرفي خلفا له حسب ما جاء في هذا المقال وعنونا أيضا موقع الشعب أونلاين رئيس الجمهورية يعزي فريق مولودية البيض حيث تقدم رئيس الجمهورية السيدة عبد المجيد تبون بتعازيه لأسر ضحايا الحادث الذي تعرضت له حافلة فريق مولودية البيض لكرة القدم أمس الأربعاء بتيارت وتسبب في وفاة حارس المرمى زكريا بوزياني ومساعد المدرب خالد مفتاح وجاء في تعزيتي السيد رئيس الجمهورية تلقيت بألم وأسى شديدين نبأ الفاجعة التي أصابت طاقم تدريب ولاعبي مولودية البيض وأمام هذا المصاب الجلل أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا يقول وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين كما أعزي يضيف كل محبي الفريق إن لله وإن إليه رجعون دوليا وإلى المواقع الدولية والبداية بموقع الجزيرة والعدوان المتواصل على قطاع غزة من طرفها لاحتلال الصهيوني عنوان اشتباكات ضارية في جباليا وأنباء عن مقترح إسرائيلي لتهدئة طويلة في اليوم السادس والسبعين من الحرب على غزة تتواصل محاولات قوات الاحتلال التوغل في جباليا شمال القطاع حيث أفاد مرسل الجزيرة بوقوع اشتباكات ضارية في حين تحدثت قناة إسرائيلية عن ملامح صفقة تقترحها تل أبيب لتبادل الأسرى وإعلان تهدئة قد تصل إلى شهر وتتضمن انسحابا جزئيا وبلغ عدد الشهداء منذ بداية الحرب عشرون ألف منهم ثمانية ألاف طفل وستة ألاف ومئتي امرأة في حين ارتفع عدد الجرحة إلى اثنين وخمسين ألف وستمائة وفقا لأحدث البيانات التي أعلنها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يقول هذا المقال موقع الميدين عنوان أبو عبيدة مقاومون دمروا واحد واربعون آلية للاحتلال وقتلوا خمسة وعشرون جنديا خلال اثنين وسبعين ساعة الأخيرة حيث أعلن عن ناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أمس الأربعاء أن مقاومي القسام تمكنوا خلال اثنين وسبعين ساعة الأخيرة من تدمير واحد واربعين آلية عسكرية كليا أو جزئيا وقال أبو عبيدة في بيان عبر التليجرام أن المقاومين قتلوا خمسة وعشرون جنديا وأصابوا العشرات من جنود الاحتلال بجروح متفاوتة كما يستهدف قوات الاحتلال المتواغلة بالقضائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد مشيرا إلى أن المقاومين اشتبكوا مع القوات من مسافة صفر واستهدفوا فرق الإنقاذ التابعة لهم يقول هذا المقال وختما من موقع الاندبندنت عربي الذي عنونا الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لإصلاح نظام الهجرة توصل النواب الأوروبيون حسب ما جاء في هذا المقال والدول الأضاء في الاتحاد الأوروبي صبح أمس الأربعاء إلى اتفاق في شأن مسألة شائكة تثير قلق الحقوقيين وهي إصلاح نظام الهجرة وأشادت المفاوضة الأوروبية لشؤون الداخلية إليفا يوهانسون بما وصفته بأنه لحظة تاريخية فيما أعلن وزير الداخلية الإيطالي في بيان أن الاتفاق سيجعل إيطاليا تشعر بأنها أقل وحدة في مواجهة حركة الهجرة معتبرا أنه يوفر حلا متوازنا للدول الواقعة على حدود الاتحاد وكتبت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي على منصة إكس أنه تم التوصل إلى اتفاق سياسي في شأن الملفات الخمسة من المثاق الجديد للهجرة واللجوء حسب ما جاء في هذا المقال وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل وإياكم إلى ختام جولتنا عبر الصحف لنهار اليوم ترجمة نانسي قنقر